تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرات روسية قامت بقصف قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور السورية بعد نفي متحدث عسكري روسي ذلك الأمر في وقت سابق وأوضح البنتاجون أن القصف الروسي أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوق قوات سوريا الديمقراطية لكنه لم يصب أي من المستشارين العسكريين التابعين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قال الجيش اللبناني أنه اعتقل متشددين كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد بعد تحضير سفارات أجنبية لمواطنيها بعدم ارتياد أماكن عامة وتابع الجيش بأن مديرية الاستخبارات نفذت عدة عمليات دهم أدت إلى توقيف تسعة عشر شخصا مرتبطين بخلية تابعة لتنظيم داعش أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق سبعة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش إلى المفتي تمهيدا للحكم بعدامهم لإدانتهم في قضية قتل عشرين مسيحيا مصريا في ليبيا في عام 2015 وقال مصدر قضائي أن المحكمة تحددت جلسة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم بعد أن يرد عليها رأي المفتي علما أنه رأي استشاري أعلنت سفيرة بلاد المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن جهود بلادها لن تتوقف حتى تستقر سوريا وذلك سيكون دون وجود الأسد في سدة الحكم وضفت بأنه لا يكون هناك دور لإيران في سوريا بعد القضاء على داعش أدت الاضطرابات والاشتباكات المستمرة في شمال أفريقيا في أفريقيا الوسطى غير المستقرة منذ سنين عدة إلى تهجير ما يقرب من مليون ومائة ألف شخص أي نحو ربع سكان البلاد ولفت الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير أعلنت الشرطة البريطانية القيام بعملية توقيف هام على علاقة بالاعتداء الذي أوقع ثلاثين جريحا في إحدى محطات متر العاصمة لندن عند ساعة الذروة من يوم الجمعة وفادت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال المشتبه به وهو شاب في الثمينة عشر من العمر في كينت جنوب شارق إنجلترا أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن أكبر مشروع للطاقة الشفسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل بقدرة 700 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 14 مليار و200 مليون درهم ضمن المرحلة الرابعة في مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية لأهداف استراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2050 نهايات الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة